وخلينا نبدأ بملف السمنة أصلاً وفكرة هنا إزاي الناس لأن ده ملف في غاية الأهمية وعندك بقى اهتمام به أو بيصيب كل يعني الأسرة صغيرين وكبار رجال وسيدات مفيش فئة معينة بتعيني من موضوع السمنة فإزاي ممكن أن احنا نخس أصلاً كده نبدأ الموضوع بشكل سليم لأن في حالات كتيرة غير الأمراض العضوية اللي هي بتمنع الشخص أنه هو يخس لا زي أصلاً الرشدة عشان واحد يخس بشكل سليم خلينا يا نهواند الأول نتكلم على خطورة السمنة الناس كتير مش عارفة إن السمنة ده مرض خطير ومرض مزمن صحيح زي ما قلت يا نهواند دلوقتي موضوع السمنة يعني زمان ما كانش فيه سمنة أو دلوقتي العالم كله بقى فيه سمنة بيتضرب في تلاتة طيب إيه خطورة السمنة القصة مش مثلا إيه ده البنت دي تخينها البنت دي الفيعل ولا الرجل ده تخينه الرجل ده الفيعل إن الشكل جمالي لا السمنة بعد ما بيحصل السمنة وسمنة مفرطة بيحصل مشاكل صحية كتيرة جدا منها السكر منها القلب منها مشاكل في الأوعيات الدموية وبالذات لو الواحد أو الوحدة تخنوا عندهم تاريخ سيء في السكر من الأب من الأم من الخلاة من العمام مية في المية هيجيله سكر فلازم يبقى عندنا وعي شديد إن السمنة مش خلاص أنا أتخينها شوية واكتئبت شوية ومش عارفة أنزل ومش عارفة ألبس الموضوع مش جمالي الموضوع الصحة العامة طيب إيه أسباب السمنة يعني إيه اللي بيخلينا نتخن؟ فيه حاجات كتيرة جدا بتعتمد على ده ممكن نقول مثلا في الأول سمنة المطبخ اللي احنا عارفينها هناكل السعرات الحرارية اللي مناخدها أكتر ما منحرقها فوقتها هنتخن ممكن أحيانا أكيد أسباب وراثية آه بزبط دي كتيرة عندنا برضو خلالات دي كتيرة جدا أسباب وراثية وطريقة الأكل أكيد لو أكلت كمية سكريات كتير هعلي الإنسولين والإنسولين هو الهرمون اللي مسؤول عن تخزين الدهون في الجسم أو أحيانا كمان الملح الكتير هيحبس لي مية ويخليني أطخن وأحيانا كمان يمكن فيه أمراض بتقدي إلي سمنة زي مرض الغضة الدراقية أو هجوط الغضة الدراقية فعندك هرمون الغضة الدراقية 32 لو وقع هيحصل سمنة الكورتزون لو عالي هيحصل سمنة معنى كده كورتزون عالي هيعلى من إيه يقيم عندي مشكلة في الغضة الكذرية مرض في الغضة الكذرية ورام لقدر الله في الغضة الكذرية فبيحصل أن الكورتزون بيعلى كتير جدا هي قيم الغدة القذرية دي غدة فوق الكلام أنا عرف القذرين 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 دي الغدة دليل اسمنا اسم غريب الغدة دي المسؤول على الإفراز الكورتيزول فالكورتيزول بالضبط حتى وقت السترس بتحس أن احنا اتنفخنا ده هرمون السترس عشان كده بقول لازم وقت ما يبقى عندنا استرس نحاول نهادي نفسنا بلس الأكل والعادات السيئة بلس النوم السيئ النوم السيئة هو عدم كفاية النوم ولا أن أنا بنام على مراحل عادة النوم الغير كافي الاسترس قبل النوم النوم الصبح مش بالليل لأنه بالليل هو اللي بيحصل ديتوكسفكيشن للجسم له بعد ما الشمس تطلع في ناس كتير فعلا بتنام بعد الفجر صح فيمكن كمان النوم المضطرب بيقدي إلى سمنة أو بقى احنا عندنا كريفنج للأكل بتلاقي كتير عندنا يمكن أنا كنت منهم أروح كافيه أكل أخش السينما أكل أن الأكل هي دي متعة الحياة لازم أغير بنوعد في البيت الباب بتاع التلاجة ده بيتفتح مثلا وعظيم ألف مرة في اليوم مثلا من كل فرد في الحين أو بناخد فكرة يعني إيه لجوه مش عايزين ناكل ومنقدرش سعرات الحرارية المفروضة لا 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 يوجد حتى يحسب برغة نفسه بردو يا دكتور هي دي مشكلة فلازم برضو نعرف إحنا المقدار اللي احنا بنأكله قد ايدا مهم جدا سواء أنا بتمرن أو ما بتمرنش يعني لو أنا مش بتمرن ما ينفعش أخذ سعرات حراكتي لو بتمرن ممكن أكثر السعرات الحرارية فهي دي القصة وأن الطريقة أن نحن نقدر نعرف بها وزننا عالي زيادة أولاقة سهلة برضا حلوة وأصلا يعني لنا عرفه برضو تصلاحية المعلومة ولازم واحد يوزن نفسه كل يوم أول ما يصحى قبل الفطار ده أكتر وقت الوزن فيه بيبقى أكيرت يعني صح بس في حاجة في قصة إياس الميزان بتاعنا بتلاقي مثلا بنت عاملة بدأت تعمل دايت أو سيدة بدأت تعمل دايت وشكلها بقى حلوة في اللبس بستيجي على الميزان لقد تلاقي نفسها مش خاصة دي بتحصل لي أنا شخصية دي قصة إن كنتي ممكن تكوني بدأت تتمرني شوية فبدأت تعمل العضلات بتوزن أكتر جسمنا عبارة عن عضلات ودهون ومية فلما تبدأي مثلا بتاكلي بروتين والبروتين مهم جدا فقطلة العضلية بتاعتك بتعلى فالشيب بتاع جسمك بيبقى أحسن القطلة العضلية بتوزن أكتر من الدهون الدهون هشة فالدهون الكتيرة دي مثلا بتعمل كيلو هشة لكن أنت بتنزلي دهون وبتقطري العضل عندك فهي دي المشكلة ممكن يكون الميزان وقتها مش يعني محدش الدائن هو عمل دايت وجسمه بقى توني ويجي على الميزان وتلاقي نفسها ما خسيتش فبرضه قصة الميزان دي يعملوا فيها الاعتبار ده مهم جدا